وينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري أنتيكوف سيد أندري هل وجد أردوغان أخيراً ضلته في قطر حليفته بعد اتهامه لروسيا وأمريكا بالمماطلة في تنفيذ التزاماتهما المسبقة حول المنطقة الآمنة وبعد الموقف الأوروبي الذي يرفض أي عودة غير طوعية إلى شمال سوريا أنا أعتقد أن على كل حال هناك تنصيق مستمر ما بين روسيا وتركيا بخصوص ما يحصل في شمال سوريا وأنا أعتقد لا توجد هناك مشاكل جذرية بين موسكو وأنقرة وخاصة أن هناك بعض التصريحات للمسؤولين الأتراك بأن تركيا قد تستاني في العملية العسكرية في هذه المنطقة ولكن بعد ذلك سميعنا بأن تركيا أبلغت روسيا بأنها لا تنوي مثل هذه الخطوات فلذلك أنا أعتقد أن هناك نعوى من الاستقرار للأسف الشديد نعم نحن نشاهد بعض الخروقات من قبل قوات سوريا ديمقراطية من قبل الأكراد بشكل عام لما يحصل هناك ولكن أنا أعتقد أن بشكل عام هناك دوريات مشتاركة روسيا تركيا وهناك الأمور بشكل أو بآخر مستقرة ونحن يجب أن نتماسك بالوضع الحالي كيف تنظر روسيا إلى هذه الخطوة وهو اللجوء بالدعم إلى قطر دون روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي ربما أنا أعتقد أن تركيا تحتاج إلى بعض الأموال من قطر لتنفذ خطاتها في هذه المنطقة ليس أكثر طبعا نحن على كل حال روسيا أكثر من مرة قالت بأنها تتفاهم مع التخوفات التركية وتدرك القالقة التركية فلذلك أنا لا أعتقد أن هذه هي المشكلة بالنسبة لروسيا هذا أولا الجانب الثاني أنا أعتقد أن على كل حال بشكل عام كل جهود من أجل إعادة اللاجئين إلى سوريا هي جهود مرحبة ولكن خاصة أن نحن نعلم بأن اللاجئون في تركيا أو تركيا توعيني بشكل قوي مرحبة هل روسيا توافق على إنشاء منطقة آمنة على حساب الأكراد وتغيير وإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة في نفس الوقت أنا أعتقد أن نحن بحاجة لتنفيذ الاتفاقيات في سوتي وليس أكثر وفقا للاتفاقيات في سوتي يجب لا يكون هناك الأكراد على أمق 30 كيلومتر وعن هذه المنطقة هذه المسافة كذلك تتحدث تركيا وبالعودة للاجئين أنا أود أن أشير إلى النقطة المهمة أنا أعتقد من الأفضل أن تتعامل تركيا تتعاون تركيا مع الحكومة السورية مع روسيا ولا تقوم بالخطوات الأحادية فيما يخص إعادة اللاجئين إلى سوريا شكرا جزيلا لكم من موسكو الكاتب والباحث والسياسي أندري أنتيكوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر